الهاردة لما جيت تتعامل حتى مع الزباق دي أو مع الأفراد دي اللي هي بتقول ليحية أو بتائه هو تتعامل معهم إزاي؟ هم هل هو تتعامل معهم بالطنوع؟ هو هو منحهم هو منحهم بقى نفس البلطاجة اللي كانت بتاع الفضوارت الداخلية هي اللي حصلت مع الزباق دي احنا صورنا مثلا عشرين لقاء تلفزيون وعملنا عشرين لقاء صحفين ما فيش بني آدم من الداخلية يكلمني بقى أنه هو داخلية هنكمل تمن شهور كل الهاتف متوقفون عنا كل الهاتف متوقفين عن العمل صدر حكم ضدنا من حاجة اسمها مجلس التأذيب ده جوه مزارة الداخلية مجلس التأذيب اتنين لواءات وعضوا من مجلس الدواء وقبل الحكم دوت ما عالش أنا أنا بتكلم نهائي هو حكم الإحادة للإحتياط ده من يوم واحد تلاتة لمحمد إبراهيم وزير الداخلية السابع ربعمائة وتلاتة لألفين واتنشرة حالكم لإحتياط؟ لإحتياط 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 كلنا كنا الثمانية وعشرين زياد أنا واحد من الناس باكيت لالثمانية وعشرين لما كان اللامنة المركزة بيتضرب في المداء أنا كنت في البيت لأنني كنت باين ومشيت الصدر لما شفت عباط اللامنة المركزة بتتفتح والناس معاها الأسلحة والعربيات بتتخرق والعسكر المتخبط وده بيجري والعربيات بتتحرك أنا بكيت ففي إيه؟ قلتولي أن عمري ما تكسرت لأن المركزة ده عمري ما تضرب إحنا نضرب إزاي؟ أنا بتكلم في إيه؟ السبب في ضردنا وإهانتنا قيادات اللي سابتنا النظام كبراتنا اللي سابونا وحطونا في مكان مش مكاننا حب جدلا يعني لو قلنا كده إن أنا لما قدمت الطلب محدش التغاتي يعني إيه؟ خليه تسيب وكنت بتحييت كان زمان اللي بيحصل ده بيحصل؟ وكانش حصل حالي ولا كان حظر الضجة ولا برامج ولا بتاع وكان الناس في حال كان اللي يبقى عايز بس هو اللي عمل نحاول مع محمود واجد بنحاول مع منصور العزب بنحاول مع محمد إبراهيم أنا بقالي أكتر من 12 شهر بحارب مع ثلاث وزراء في إن أنا أصلح في إن أنا ألغي خدمة صلات الجمعة إنت كنت بتطلع خدمة صلات الجمعة ليه؟ عشان قطر الإسلاميين في خدمة بتطلع في معظم المساجد بقالها سنين خدمة صلات الجمعة كل مسجد كبير أو مسجد جامع كان للإخوان أو للسلفيين أو للجماعة الإسلامية كان بيطلع عليه خدمة ظنًا من النظام إن دول ممكن يعملوا مظاهرة يعملوا مشكلة ده الكلام ده إيه؟ أيام قبل مبارك يعني من أيام مبارك طيب مبارك مشي والمجلس العسكري مشي طب الخدمات دي ما تشغلينش ليها أخواننا لأن الناس دي أصلا يعني إيه؟ كل واحد بيجي بيقود مكان اللي قابليه الكرسي كان واسع بيديقوا عليه الكرسي تايع بيوسعوا وبس لا بيغير نخلة من مكانها ولا بيشيل قدرة من مكانها كل حالة زي ما هي يجي أحمد يشيل أحمد يجي لحق أحمد قبل الصور كان أي ظابط لما كان مثلا بيتنقل السوفي ولا بيتنقل وهو موفود ما يتنقلش مثلا أنا عددت الصعيدي وجايت مثلا مشتغل في بلدي ولقيت نفسي تنقلته في الحركة وأنا موفود ما تلقلش أنا خلاص كل حاجة وفتها مثلا والظابط دراح رفع قضية وكسابها كان إيه اللي بيحصل معه وإيه ده إيه اللي بيحصل بتتاخذ حكم الحكم القضاء دوت وبيترمز أي حكم تاني وهو كده يعني هو إحنا لو حديرك على نفس الموضوع هانس بورك تقول لك طويلة تمثل تحديدا بقى وخلاص ما أنا مش لاقي نتيجة منكو بقى أنا ما انتم مش جابين لحركة أنا مش عارفة وصول معك بالحال أنا مش عارفة وصول معك بالحال ليه تمثل تحديدا بقى اللحية تحديدا أنا تحديدا تحديدا هي عقيدة عندي إن أنا اللحية دي سنة عن الرسوع السلام أنا عايز أنفس ده عايز أطبق ده على وعلى قراءة دي اللي هتحول الوزارة من عسكرية المدينة دي نقطة بس هي عشان عايز توسط أنا أقول لحظك دي دي عقيدة عندي إن دوت سنة عن الرسوع السلام أنا بعملها ابتغاء الرضا المولى عز وجل في إن أنا بتتبع سنة الرسوع السلام تمام؟ دي عقيدة عنهم مثلا خلينا بقى في حتك سنة ومش فرض دي يفصل فيها أهل العين ما يفصلش فيها محمد جاه دي أول نقطة تمام وإنت ما عندكش بقى من الطرف التاني اللي هو ظرط الداخلية لا يوجدش يعني جوه؟ وإنت الطرف التاني اللي هو ظرط الداخلية ما عندكش اللي تمنعني بيه من أن أنا أمارس حريات الارضات مما أعلم لا دستور ولا طموع ولا لايح يعني أنا متمسك بدي عقيدة وإنت ما عندكش اللي تمنعني بيه إيه ورقه التعارض إن أنا و أنا بلاحتي إيه اللي هيأثر على شغري أني أنا مثلا زابة مبطش في الاسف تمام؟ وأنا سايب لد فالناس اللي بيقول مثلا ايه طب انتوا شوفوا الامن الاول طب انتوا شوفوا مش عاكي طب ايه لي اتعارض انا لما النهاردة الصبح ووزارة الدخلية هتلزني ابدأني مثلا انا اقف اشوف ايه مرور ولا اشوف رخص الناس ولا 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 ايه التعارض دي ما عطلني في ايه ايه فيش اي حاجة انا محتاج انا كظابط اتمنى يعني ان المجلس الاعلى للشرطة كله يبشي مساعدين الوزير لان كلهم دول مساعدين عائم العادلية بلغ من الكبه العتية سنو كليا الوزيري الوزير على اراضي من الكبه ده اختيار رئيس الجمهورية وده بيقود منظومة لكن الاصل انها للاسف مفيش منظومة يعني هو انت لما بتشوف ايه الوزير في المنزلة هو الوزير لو منزلش في المنزلة مش هيتأكد او هو عايز ينزل عشان فاطل ايه يشجع الناس انها تشتغل لان الناس مش قادرة تشتغل الناس مش عارفة تشتغل طب ما فيش منظومة جديدة لكن هو كان مساعد الوزير للامن الام قبل ما يبقى وزير وتعرض عليه الوزارة ابلي جيدة ورافق زي ما بيقولوا بعض الزباط القاربين منه لكن هو المسؤول الاول والاخير عن قصة الامن لكن هي العقيدة ايه جاهز هو كان له وجهة سياسية لان الوزارة مسياسة جاهز كان له وجهة سياسية وهو مساعد بيشتغل ما مشتغلش في دماغه حاجة مش في دماغه حاجة عنده تكليف المجلس العسكيلي كان له وجهة نظر لكن انا ارى ان يتم اتاحة الفرصة للشباب في المزارة لان النهاردة انا يعني الصورة دي صورة الشباب شكرا زي ما الشباب بتقول المجلس اللي اعلى القوات المسلحة خدوا القلادات وشاحة والكلام ده يبدوهم حفلة ونكرمهم مفيش ايه مشكلة مش خدموا البلد وخدوا دورهم يرتاح مش هم تعبانين مش لمدين التصع مساعدة وزير في تلفزيون المسئولية والموضوع واحنا بنحاول يعني انت تعبان انت ما تريح في غيرك هيشتغل وهيقوم بالدور ومش هياخد 200 ألف جنيه ومش هيركب عربية 180 ألف جنيه وعربية للولد وعربية للست وعربية للخضاء وعربية للجراء هيركب بيها عربية واحدة بس بس بطيش شوك لكن مش 12 عربية ومش 300 ألف جنيه مش لما لما ظابط يفكر يكلم المساعد يعني ممكن يتمتح يعمل واحد الظابط التفقية سهل جدا ان هو ممكن يقابل الدكتور مرسي دلوقت لكن معرفش عابل مساعدة ازاي؟ يقابله ليه؟ وقبل ما يقابله لازم سيبتين واحد يقولوا ده كذا يعني انا واحد من الناس طلبت يقابل وزير الداخلية تلات شهور محدش عبرني اروح عندي الوزارة ايه اكتب طلب افنة؟ هيطلع حالة مكتب سالة وزيره بيقول تشرب ايه متشربش ايه؟ والله هو وسيطة مش فاضي يا جماعة المدهوق دو ايه؟ على الاقل يكون ليه حق التصويت على الدستور ورئيس الجامورية مش لازم البرلمان بس اقل حاجة الدستور ده اللي بيمكمني اول اه اول اه اول اه ده مش محتاج لجنة ولا اي صوت ضمن الاسواق لانه مش الحساب حد ولا حاجة انا انا شايف مصلحة ان انا اقول اه اول اه اول اه طب رئيس الجامورية اول اه اول اه اول اه مش لازم برلمانية امنعني من البرلمانية لكن انا لازم كمواطن احس ان انا موجود مترجعش بينا تطلب انت كمواطن او كمجتمع هما الشرطة ليه يحسين من وحديهم هما ليه كده ما انت اللي حطيته في القلب ده حطيته ان هو مش مواطن هو راجل خلازي بيطير بيضغط على الصورة كل حاجة بتطلق عايزين يحسون هو مواطن ياخد اجازة زي الناس الناس يصيف يصيف رمضان يفطر في بيته في العيد يبقى موجود وهكذا لكن التنشانة اللي فيها الزباط دي كان مقصودة من النظام عشان الزابط ده او الشرطة موصل جيد للخوف وللتنشانة يباشي عم يكون له عامل كده يتشغل الناس بعضيها كلها تمسك في بعضيها والنظام مرتاح زي النكتة بتاعت اللي قيلت يعني ان المبارك قال لي جمال مبارك اخد الكارتونة اللي فيها الكاتاكيد دي فالك بالسرع ويطيروا منها حط الكارتونة كده كتاكود يجي كده يجيبه كده يطلع كتاكود تاني تالت رابع تسابه حاجة مسك الكارتونة حسن مبارك عمل ايه عملها كده وحطها بقى يطلع المهم في ثانية اللي اللوم دايخين دايخين من اللوم تلهيش من التأمين الصحي من كوباية الموية من التعليم من الاهانة برا مصر في كل دول العالم الفلبيني سفارته بتتحرك عشانه والصوماليين افرانوا على المصريين عشان ما حدش بيتتصل ما اتصلش بهم في المعتزة دي مرداشه معمود سعر احنا احنا عملنا شكوة في ديوان المظالم وان كان يعني لسه فترة ديوان المظالم اه قدمنا شكوة في ديوان المظالم رفعنا مظلمة الرئيس الوزراء قدمنا اكتر ممرة طلب لمقابلة الوزراء احمد جمال عملنا واقفة احتجاجية امام المظالم التخلية عملنا مسيرة من ميدال التحرير لقصر عبدين الجمعة الفاتك اللي كانت جمعة المصرة وان كان كنا احنا اعلننا قبليها المرحلة اللي جاءة ان احنا هنعتصم امام القصر لأسف التحدية احنا حاليا يسري في حقينا حكم بمجلس تأديب الشرطة بالايقاف عن العمل لمدة ست شهور فانا موقف عن العمل لمدة ست شهور بسبب اعفائي للنحن تمام دون سند من القانون الحكم تصدر عليها ده ملوش سند قانون هو بيستند اليه لكلام باطل في الحكم اصلا وده مردود عنيه احنا مستقنفين في الحكم وهنرجع وهنكمل للإدارية العليا ولكن احنا اجتماعيا وسياسيا وعلى عرض الواقع انا هتصم امام القصر الرئاسي المسينا سلميه قدامنا بقى الاعتصم السلمي فاحنا هنأتصم سلميه لانقصر للتحديه في اقرب فرصة ان شاء الله